بعد انفجار مرفق بيروت الكارثة أعلنت الحكومة اللبنانية قبل استعرطة بـ 5 أبو 2020 حالة الطوارئ ببيروت وبـ 13 أبو 2020 بأول جلسة لمجلس النواب بعد انفجار المرفق صدق البرلمان على أعلان حالة الطوارئ ببيروت فقط شو بيعني أعلان حالة الطوارئ وكيف واي متى بتم أعلنها بتم أعلان حالة الطوارئ بمرسوم المجلس الوزراء وبتحتاج لتصويت التلتان بمجلس الوزراء وهيدا بيدل على أهميتها لما تعلن الحكومة حالة الطوارئ بمرسوم على مجلس النواب انه يجتمع للنظر بهيدا تدبير ضمن مهلة 8 ايام دي حسب المواد 1 و 2 و 3 و 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 بالدستور اللبناني تعلن حالة الطوارئ عن تعرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو أعمال أو اضطرابات بتهدد النظام العام والأمن أو عند وقوع أحداث بتاخد طابع الكارثة وهيدا الحالة بلبنان حاليا عند أعلان حالة الطوارئ تتولى السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وبتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك رجال القوى المسلحة بالموانئ والمطارات ومخافر الأحراج وبوحدات الحراسة المسلحة ومفارزة بمن فيهم رجال الأطفاء بتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لأوانين الخاصة وتحت إمرة الإيادة العسكرية العليا مثل تحري المنازل ليلا ونهارا، فرض الإقامة الجبرية، منع الاجتماعات المخلة بالأمن، التفتيش عن أسلحة، إبعاد مشبوهين، أعطاء الأوامر بإقفال قاعات السينما والمسارح والملاهة ومختلف أماكن التجمع بصورة موقته منع تجول الأشخاص والسيارات بالأماكن وبالأوقات اللي بتتحدد بموجب قرار، منع النشرات المخلة بالأمن واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على مختلف وسائل الأعلام تختار السلطة العسكرية العليا بأرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفة بمهام خاصة تتعلق بعمليات الأمن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الأنقاذ يعني الإمكانيات المتاحة للسلطة العسكرية بحالة الطوارئ ممكن تتعرض لحقوق وحريات ولكن الجيش اليوم ما أخد التدابير اللي بيسمح له الأنون باتخاذها أي أن حالة الطوارئ اليوم ما عم يتم تطبيقة بكل بنودة وحذفيرة على الأرض ولكن هي وردة طالما حالة الطوارئ أعلنت وبيقدر الجيش تطبيقة وفق الحاجة إلا أنه في عدم وضوح عن الدائرة الجغرافية اللي بيشملها تطبيق حالة طوارئ هل هي بيروت العقارية الإدارية الكبرى هل تشمل الضاحية الجنوبية أو الضواحية الشرقية إضافة لعدم وضوح بتحديد تاريخ بدء وانتهاء حالة طوارئ فبتاريخ 5-8-2020 أعلنت الحكومة المستئلة أعلان حالة طوارئ ببيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد أي من 4-8-2020 لغاية 18-8-2020 هذا المرسوم نشر بالجريد الرسمية بتاريخ 7 أب بـ 13 أب صادق المجلس النيابي عليه ليعلن أنه حالة الطوارئ بتبدأ من 13 أب ولغاية 15 يوم أي حتى 28 أب 2020